جل ذكره الشريف أوضح بما لا مجال للشك فيه حقائق مهمة أساسية في حياة البشر منها ربط مستقبل البشرية والأمم والشعوب والأفراد بأعمالهم وأنهم يتحملون كامل المسؤولية عما يمكن أن يقع قال جل وعلا شأنه الكريم أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وفي كثير من آيات القرآن الكريم يتحدث القرآن عن هذه الحقيقة ربط ربط ارتكابات الإنسان بالنتائج التي يتعرض له بل أوضح وأكثر وأبان أيضا قال وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون حتى جل وعلا شأنه الكريم ما يقع من بلاءات وابتلاءات من محن أيضا جزء من معركة الإنسان مع نفسه ومع الحياة ثم تحدث القرآن بشكل واضح وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بعد هذا البيان لا يستطيع أي إنسان أن يلوم الآخرين نحن ظلمنا نحن ابتلينا ما ذنبنا ما علة مصائبنا من أين جاءتنا لا هذا الكلام لا قيمة له أنت تتحمل كامل المسؤولية أنتم تتحملون كامل المسؤولية بأيديكم بأفعالكم تتحملون كامل المسؤولية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم هذا الربط الواضح الجلي الذي على كل مننا أن يفكر به مليا يفكر به جيدا في أموره الخاصة وفي أمور الأمة والشعوب ما جرى من أحوال وأهوال ودمار وقت العام وخراب وجوع كل هذا علينا أن لا نفتش عن أسبابه بعيدا علينا أن نفتش عن أسبابه عندنا في أعماقنا في كل فرد منا في سيرة كل إنسان منه في تطلعاته في هواجسه في قناعاته في ممارساته قلت هذه المقدمة حتى أستعرض بعض الأمور عندنا في لبنان هؤلاء هذا الشعب اللبناني لا يستطيع أبدا لا يستطيع أن يحمل مسؤولية ما جرى ويجري من كل محن وبلاء حل به لغيره مثلا أن السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية هؤلاء حرامية سرقوا البلد ما كانوا ليسرقون لو كان الشعب اللبناني محترم ما دعم الفاسدين والسارقين وصفق لهم وسكت عنهم وأعزرهم ممكن أن يلقائل يقول أنا لا لم أفعل أريد أن أصدق أنه لم يفعل لكن هل الجمهور الغالب لم يفعل فعله حتى هذا الذي يدعي في كثير من الأحيان إذا كان الأمر يمس من يتبنى من الزعماء ينتفض الساحات اللبنانية طيلة العام الماضي كانت تصرخ كلهم كلهم لا للحرامية لكن بعد فترة وإذ بكثير من هؤلاء انسحبوا من الساحات بل حملوا العصي والسلاح ضد الساحات حينما تعرض الزعيم القذر لهذه الفئة أو تلك الفئة لضرر من الساحات حينما مُس شخصيا من هنا الوباء في لبنان انتشار الوباء انتشار الوباء جزء كبير منه بل لعلي أقول كل الوباء والموت الذي وقع بسبب عدم انضباط الناس وعدم انضباط الدولة التي يدعمها الناس فلو انضبط الناس ضمن قواعد معينة ما بتلينا اليوم إذا أي شعب انضبط انضباط دقيق خلال أيام خلال أيام تبدأ محنة الوباء تنحسر تدريجيا لكن هذا هو السبب انا اتحدث عن تحمل الناس السرقة سرقة المال العام في لبنان الى الان الى هذه اللحظة السرقة قائمة على قدم وساق ولا اخفي سرا اعفا ولا اعلن سرا اذا قلت ان بعض الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار اليوم هذا الدولار من الدولارات التي تسرق اليوم كثير من اموال الدعم التي تدفع من اموال الناس ينهبها هؤلاء بطرقهم الملتوية الكثيرة حتى 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 كلفة حتى كلفة النفايات يأخذون كلفة النفايات على اساس انهم يجعلوها في مصانع ويصنعوها او يتلفوها بطريقة او باخرى يأخذون هذه الكلفة يراكم بها ثرواتهم ثم يرمون النفايات في وجوه الناس على الطرقات وفي الشوارع وفي البرار على اعين الناس والناس ترى وتسمع وتشم وتعيش الوباء وتعيش الوسخ والقذارة والناس سكوت انا اتحدث عن محنة لبنان وصل الى هنا جائع المواطن اللبناني يتحمى المسئولية بين يدي الله ستقف وستحاسب فضلا عن انك ستعيش حياة حقارة وقذارة ولعنة على اللبناني اذا اراد حقيقة مصلحته ومصلحة عياله عليه ان يعيد النظر في قناعاته وفي تأييده وفي حبه وفي بغضه وفي مواقفه وفي صراحته بجد انتقل الى مكان اخر بالامس القريب صار في صلح بالخليج نحن مع الصلح حتى لا يقول احد انه دائما انت يعني تشتم الظلام مرة قل هذا خير هذا خير بغض النظر بغض النظر عن امور كثيرة سنتحدث عنها الان هذا خير خير ان ننقذ باب المندب من يد الصهاينة خير ان يتتوقف المذابح في ليبيا خير ان تفتح العلاقات بين الشعوب وترتاح خير لكن انا اسأل سؤال بسيط ثلاث سنوات الخليج مأزوم اواصر الاسر والعلاقات مقطوعة الاقتصاد يضعف لا اريد ان اقول انه يتحطن ترامب هذا الاخرق يبتزهم هو الذي صنع المشكلة بالمناسبة ما احب ما احب ان يترك فضل ترميم الخليج الى من سيليه فهو حاول يصلح الامر يصلح ما افسد هو هو الذي افسد في الخليج وحينما اراد ان يصلح وهو في اخر ايامه استطاع ان يصلح ترامب الاخرق العدو السافل اللي تحداكم كل يوم ويقول لكم ادفعوا فلوسا وانا احميكم واتصلت بالملك وقلت له يجب ان تدفع اذلال 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 ليس للملك لكلنا ليس للملك لكل انسان فينا ونحن ندفع دفعة مئات المليارات من افواه شعوبنا ماشي هاي الحالة الخليجية ليست حالة خليجية استثنائية دائما نحن هكذا العلاقات اللبنانية السورية حينما تتوتر تقطع الحدود العلاقات العراقية السورية اذا بحثت في تاريخها نادرا ما تجد الحدود مفتوحة للعلاقات البشرية والاقتصادية نفتح علاقات اقتصادية مع كل الدنيا لكن نقطعها مع جيراننا سوريا مع الاردن سوريا مع العراق سوريا مع تركيا سوريا مع لبنان مثلا الاردن مع السعودية الاردن مع سوريا الاردن مع العراق الحمدلله اليوم صار يفتحوا بدأوا يفتحوا على الصهاينة مع الصهاينة لا ما بتنقطع العلاقة الصهاينة يقتلون يستبيحون يحتلون الى النهاية ونحن وهكذا هكذا السعودية نفس الشي مصر نفس الشي سودان نفس الشي المغرب كم هي العلاقات مقطوعة من زمان ما بين المغرب والجزائر ويفتحون على كل الدنيا هاي العلاقات المقطوعة يعني التجارة يعني الاقتصاد يعني الامن والامان اذا اردنا ان نتحدث عن المشاكل الامنية لكل دولة بتعمل مشاكل امنية في الاخرى بتعملها تفجيرات بتعمل امور كثيرة نحن هذه الدول لم يسلم منها الشعب المهجر الفلسطيني الشعب الفلسطيني المهجر كل دولة او اغلب هذه الدول كونت ميليشيات خاصة لها للعبث بالشعب الفلسطيني بدل مساعدته نوصل الشعب الفلسطيني الى ما وصل الي اليوم على كل حال الخليج لنا ان نسأل اذا كان بهذه البساطة يمكن ان تعالج المشاكل لما اثرتموها لما جعلتم الخليج اهل الخليج اهل شبه الجزيرة العربية يعيشون هذه المحنة الا يحق لنا ان نطالب بمحاسبة من فعل ومن سبب اذا كانت المشكلة بهذه البساطة طيب ما رأيكم اليوم نقول يا اخي دعونا نقول عفا الله عما مضى المهم ارتحنا عفا الله عما مضى في لبنان المهم ان الدولة انطلقت اليوم هم مثلا كل امنية الشعب اللبناني ان تأتي وزارة جديدة اي وزارة لا هذا غلط هذا غلط هذا ليس صحيح لا يجوز ان نقول عفا الله عما مضى غدا في الممكن ممكن في اليمن نقول عفا الله عما مضى في العراق عفا الله عما مضى في سوريا عفا الله عما مضى كيف عفا الله عما مضى اي ماضى هذا لم يمضي هذا هو قادم ممكن مثل ما صار يعني الترحاب والاحضان من قال لك غدا لا تكون نفس السيناريو او نفس القصة ما بين طهران ورياض وهي المحنة لعشرات السنين التي مضى كانت مجرد هاك هفوات ومزحات عفا الله عما مضى عفا الله عما مضى دمرت بلادنا عفا الله عما مضى مزقت امامنا عفا الله عما مضى سلمنا باب المندب للصهاين عفى الله عما مضى سلمنا العراق لأمريكا عفى الله عما مضى سلمنا سوريا للروس عفى الله عما مضى تحول ناسنا إلى فقراء يزحفون يفتشون في القمامة عن شيء يأكلوه عفى الله عما مضى لا الشعوب عليها أن تقف بالخليج يجب أن يحاسب المقصر طبعا ممكن أن يقول لي قائل يا شيخ يعني من يحاسب من هؤلاء نعم لا تستطيع أن تحاسب لكن إياك أن تقول عفى الله عما مضى يجب أن تشير للمذنب بالإصبع يجب أن نطالب ونستحف الشعوب على أن تصل في يوم للإيام وتنتزح حقها بالعدالة البناء والتطور يحتاج إلى عمل وجهد وأيضا لا يجوز أن نشمل الأمور كلها في السكوت عن الباطل يوصل الأمور إلى أماكن بعيدة حينما وصل ترامب إلى السلطة كثير من الناس في أمريكا خاصة من الجمهوريين أنه اعتبروا جمهوري وصل يجب أن يعني نستفيد هذا حينما يصل أخرق مثل هذا وعندنا في بلادنا من أمثاله كثير بل لعل كل من في بلادنا من أمثاله يهاجم المؤسسات يقطحم المؤسسات أنا متأكد أقطع يتمنى أنه لو كان لديه جيش كجيش سيسي أو لديه طائفة كطائفة العلويين في سوريا أو لديه ميليشيا كميليشيا الحجد الشعبي في العراق أو 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 إلى النهاية كان فتح فلح أمريكا شرقا وغربا شمالا وجنوبا هذا لماذا وصل إلى ما وصل إليه لأن هناك من تساهل وسكت وأيد وإلى النهاية ما بتعرف آثار هذه إلى أين ستصل لا تعرف على كل السكوت عدم الإفصاح جزء من المصيبة ولهذا الساكت عن الحق شيطان الأخرس القرآن الكريم يربط يربط مصائر الشعوب ما يجري ما يجري اليوم حولنا وفينا كل هذا مننا هذه نحن في الخليج في لبنان في سوريا في العراق في الأردن في إيران في تركيا في مصر في مغرب العربي والإسلامي إلى النهاية كل إنسان مننا كل إنسان كل إنسان عليه بالحد الأدنى أن يقوم بواجبه ويرفع المسئولية عنه وتبدأ مسيرة مسيرة البناء تبدأ مسيرة البناء هذا الأمر الضروري تريدون مستقبل تريدون حاضر قوي تريدون نعمة باقية تريدون عزا هذا هو الطريق الذي حدده القرآن الكريم وأما ما نحن فيه سواء كان في لبنان أو في غير لبنان ما يفعله الناس هو هذه النتائج التي وصلنا إليها باختصار باختصار مفيد نافع على كل اليوم مثلا نحن نحن يجب أن لا يمنعنا من قول الحق أي شيء مثلا افترض في يوم للإيام مثلا فلان مثلا الحاكم في طهران فعل فعلا حسنا يجب أن نقول هذا الفعل حسن حتى نشجعه حتى ولو جاءك من يقول هؤلاء كثر سفل ومجرمين وكذب وعاهرات أنت متعامل أنت قبط حسن اليوم نحن نقول ما فعلوه في الخليج حسن ممكن يقول لك أنت أنت عم تقبض هؤلاء سفل ومجرمين وكذب وعاهرات تركيا في حملة 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 شديدة على تركيا محاولة تخوين يجب يجب أن يتصدى الناس للدفاع عن مسيرة الخير تركيا تركيا يا إخواني يجب أن نستوعب الأمور يوم للأسف الشديد رحمه الله يوم الانتخب المرحوم محمد مرسي رئيس الجمهورية أحدهم في الخليج قال اه تفضل يحرر القدس على أساس الجيش السيسي جاهز لا يذهب ويحرر القدس هذا السيسي يعني كان يستطيع أن يأمره محمد مرسي بتحرير القدس فضل يتحرر القدس على أساس هو يعني هذا يدعي الشرف وهو ليس شريفا على كل تركيا قبل سنوات قبل سنوات قليلة تركيا كان الإسلام وكان الحق كانت تركيا شعب التركي غريب في تركيا الثقافة الثقافة التركية محاربة بتركيا العادات التركية الأخلاق التركية التاريخ التركي محاربة بتركيا ليس لسنوات قريبة تركيا شو تاريخها تركيا قبل عدة قرون كانت جزء من الأمبراطورية البيزنطية ليس بعيدا تركيا بدأ ينتشر فيها الإسلام على يد الأتراك جاءوا الأتراك وجاء معهم الإسلام يعني كل كل تاريخ تركيا من أول ما قامت تركيا إلى اليوم تاريخها نسبة قليلة منه مع السلاجقة في جزء منها والجزء الأساسي الأهم مع العثمانية حينما يأتي تأتي السلطة في تركيا على يد أتا ترك وتعتبر تاريخ العثماني تاريخ معادي يعني تركيا هو ضد تركيا ضد أساس تركيا ضد وجود الأتراك ضد كل شيء له علاقة بالأتراك يعني هو ضد نفسي يحارب يحارب الحرف الذي كتب التاريخ تركيا كتبت تاريخ ولغتها به طيب ثم ينصرف نهائيا إلى الغرب والعلاقات مع الصهيسور حليف أساسي للصهاين حليف أساسي للغرب حتى ولو هو أذي الأقل من ذيل لأنه إلى الآن هي تركيا تقف على باب الغرب والغرب يلفظها حتى اليوم كم في مساف ما بين أتاتورك وبين أردغان أردغان لا يطيق أتاتورك هو عدو خصم حقيقي لكن لا يجرؤ أن يعلن هذا في تركيا لا يجرؤ لا زال في تركيا عداء للأتراك ولتاريخهم ولثقافتهم ولدينهم ولأخلاقهم بالعمس يحاولون محاربة القرآن بقراءة القرآن باللغة التركية ما في شيء اسمه قرآن باللغة التركية يؤذنون بالتركي محاربة لدين المسلمين الأتراك اللي هم كلهم مسلمين أردغان اليوم إذا لاحظنا تركيا ما بين قبل الألفين واليوم أردغان استطاع أن يعود بتركيا مسافة كبيرة إلى موقعها لم يصل إلى موقعه حاول فضلا عن الإنجازات الاقتصادية والأمنية واليوم تركيا صارت يعني صار لها حضور دولي مدوي مدوي ولهذا هم يخافونها لكن أنا أتحدث أن تركيا التي وصلت اليوم أن يعلن أردغان أنه العلاقة مع الصهاين وصلت إلى مسألة أمنية فبعضهم ها إله علاقة مسألة أمنية هو عائد من علاقة تحالف استراتيجي عائد إلى أمته إلى دينه قطع شوطا كبيرا هو كان لا يستطيع أن يدخل أن تدخل المرأة في وظيفة أو في جامعة أو في المجلس النيابي وهي محجبة أنتو ماذا تتحدثون يجب أن ندعم هذه المسيرة يجب أن نشجأ تركيا على أن تكمل طريقها لا عن نواجهها ونشتمها ولن على طبعا مو معنى هذا بأنه غدا لو أردغان أو غير ارتكب أمورا يجب أن نسكت عليه لا يجب أن نقول ما يفعله في مكان صح نقول هذا صح وفي مكان الغلط نقول هذا غلط أردغان بليبيا ماذا فعل فرض على الجميع أن يجلسوا للتفاوض ماذا فعل فرنسة كانت تعكل ليبيا كاملة فرضا هذا هذا قبيح قبيح من أن يفرض على الجميع التفاوض وحل مشاكلهم لا هذا حسن أليس له حق أن يدافع عن حقه في بحر الأمة المتوسط أو نسلمه للصهاينة اليوم اليوم الصهاينة بدعم غاربي وبتخاذل من حكام الفسد اللصوص في بلادنا اليوم يحاول الكيان الصهيوني أن يستولي على كل شيء أريد أن أقول أيضا يجب أن نشجع من يحاول أن يفعل خيرا لأمته حتى من هؤلاء الحكام ولهذا نحن نشجع أردوغان على أن يكمل ونتمنى على الآخرين أن يتعاون تعاون تعاون السعودية يجب أن تصلح علاقتها تدفع ثمن لأنه هي ارتكبت يعني أساسة في السعودية ارتكبوا حماقات في إسطنبول عمر لا يمكن التجاوزه عليهم أن يصلحوا العلاقة مع الأتراك مصلحتكم ليست مع أمريكا اليوم كثير من الناس يعني يعتبرون أنفسهم يتامى ترامب السيسي يتيم ترامب مثلا الساسة في السعودية يتامى ترامب إذا راح ترامب وإجا هذا الرجل ليش أنتوا يتامى أول شيء أنتمو يتامى ترامب أنتوا يتامى أمريكا أمريكا بترامب وغير ترامب هذه سياستها معاكم هي مع من يدمر بلادنا هي مع من يسرق بلادنا هي مع من يخرب كل شيء كونوا مع بعضكم أنا أدعوكم جميعا لصلحة عامة من باكستان وإيران والعرب والأتراك وتحاولوا أن تنظموا وضعكم وتستقر بلادنا وتتركوا مجانا للشعوب أن تعبر عن رأيها وتصلح ما أفسدتم بالديمقراطية أو من خلال صندوق الاختراع بالطريقة الحضارية الكريمة الإسلامية التي شاءها الله لنا وللأمم أن تكون طريقة سليمة وكريمة هذا هو الذي يجب أن نفعله من هنا نحن ندين كل فتنة وكل فرقة وكل فساد في لبنان طفح الكيل كتيل الفساد وكيل الجريمة من هؤلاء الأراثل الذين يحكمون البلد ويعطلوه ويصرون على التعطيل أيها الشعب اللبناني حكامكم هؤلاء عن عمد وعن إصرار وعن قناعة يرون مصلحتهم في أن تموت جوعا وقتلا وإرهابا نسأل الله الفرج من هذا البلاء العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته